أعلنت وزارة البشمرقة في حكومة الأقليم انتهاء العملية العسكرية المشتركة مع الجيش العراقي لتطهير جبال قراتشوخ من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي وأكدت البشمرقة في بيان تدمير جميع المواضع والمخاب التي كان يتخذها التنظيم منطلقا لشن هجماته ضد المدنيين والقوات الأمنية وتحرير أكثر من خمسين كيلومترا من المناطق الجبلية الوعرة وجاء في البيان أنه بعد عقد سلسلة من الاجتماعات المشتركة بين البشمرقة والقوات الأمنية المركزية وتنفيذ سلسلة من العمليات المشتركة بين الجانبين انطلقت العملية التي كانت تهدف لتطهير القسم الغربي والجنوبي الغربي لسلسلة جبال قراتشوخ من الأرهابية